هنستقبل مع بعض من خلال زوم صانعة محتوى أمورة وجميلة قوي نور الجنزوري وعمل كونتنت لطيف جداً جوه البيت والبيت المصري والبيوت اللي بره مصر والهدوء ما بين الأزواج وليها رأيي دايماً أنا بيعجبني أهلا بيك يا نور معانا أهلا بيك بص يا نور احنا ندخل عطول في الموضوعنا أسئلة بتعصب دايماً الرجالة إنتي دايماً في الكونتنت اللي انتي بتعرضيه آآ اللي.. إحنا عندنا مشاكل دايماً طول الوقت والاطفال مزعجة وبرا إيه يباطي الهدوء ده والاطفال اللي ما بنحسش بيهم والراجل بيساعد الست والديمية ايه؟ يعني اقموز باللابن إنتي شايفة بقى أنه فعلاً إحنا بنسأل أسئلة للرجال تتعصبهم يعني إحنا السببCre آآ ب visualossa انا شايفة حكتين أول حية أن الست ما بتقولش اللي هي عايزة على طول يعني بتقعد تلفه والدور يعني عايزة انسان تقول له واسا ان هي بغير عليه او الان ان هو يكون بيكلم واحدة فتقعد بقى طول ما هو قاعد هو انت نمسك الموبايل وبتضحك على ايه هو انت كنت فين النهاردة لكنها هي بتحس انه عارفة جو الاهتمام بتتلبش هي بتعمل كده هي دايما تسأله حاجات غير منطقية انت كنت مع مين صوت الدحكة علي لمطابرية مع صحابه وبيضحك او بلعب بيستيشن تبدو طاني حاجة انه ست بتحس ان الراجل لو بقى عنده مساحة الشخصية كده ممكن يخونها او ممكن يحس ان هي مش متحكمة مثلا هي مش متحكمة في العلاقة فلو تدإفله الاسبايس بتاعه زي برا مثلا الراجل بيرجع بيبقى الدنيا هادية في صمت بتسيب له الاسبايس بتاعه فده دايما اللي بيعمل فارئ من الراجل والست او بيعمل دايما مشيك يعني ايه نور تسيب له اللي سبيس بتاعه؟ ده أنا ما يعصبنيش في حياتي كلمة غير الراجل اللي يقول لها ممكن تديني اللي سبيس اللي سبيس إنه أنا سيبه يعني يروح يخني ويعمل علاقة ويبقى بيباد بره باليومين والتلاتة وبيسافر مع أصحابه وأنا مش موجودة خالص في الحياة يا دوبك كده شكل عام قالوا أنت أخبارك ايه؟ ايه اللي سبيس يعني؟ أصحي هنا عندنا الرجالة في مصر بيفهموا اللي سبيس دي غلط هو برضو يعني برضو الاعتدار مطلوب يعني وإحنا مش هنأفور قوي يعني مش هنسيب له كل اللي سبيس بتاعه أهما بيأفور دايما بيبقى في حتة مشتركة بين الرجل والست دي بتاعتنا بقى بتاعتنا وانت بس في نفس الوقت هتديك اللي سبيس هتديك حاجة للأسف عمره ما تبقى موجودة غير في الجنة إن شاء الله هي السكر السرح يعني دايما السب بتقول ايه أنا دايما هحط له كده أسئلة في النص عشان يحس أسانا وعية أصلا أنا عارف أجيبه في أي وقت أصله ممكن يكون بيلعب بديله فدايما عادة مستقى عندنا أو عمتا بين الست والراجل دا دايما بيعمل المشاكل خيطة تحط أسئلة عشان لا معليش بقى أنا صحي أولوك يعني فدا بيخلي راجلت حسنه متحاصر فبرضو بيبقى مخنوق ومتعصر المشكلة كلها إن أنا ممكن أديله سبيس محددة لكن هل الراجل عندنا في مصر بيدي سبيس لمراته أنا لما أكون زهقانة ومخنوقة منه دلوقتي وعايزة سافر كم يوم مع أصحابي خلاص هل أنا في راجل مصري بيقبل إن امراته يبقى ليها سبيس اللي هو إنجوي حبيبتي والله يا جوز يقولك على حياتي أنا أولوك جاوزت كنت فاكرة أني أرفت بقى من بره مصر أني في حاجة اسمها ميتايم وفيش حاجة اسمها ميتايم عندنا في مصر فيش الكلام ده أصلي ميتايم أول ما بتتحرك في أي حتة من غير ابنك أو بنتك بالذات لو أنت أم أو زوجك جوز كفين أنت سايبة ابنك كفين أنت سايبة كده من غير أكل إزاي من غير مامتو مع أنه عادي أن الطفل أنه هو يقض من غير مامتو والأم تاخد الميتايم بتاعها وتقض مع أصحابها والمصب أهم يبقوا بالبلد كده على نور من الأول إنه أنا عندي الميتايم بتاعي زي ما أنت عندك الميتايم مش عنده قهوة أنا عندي صحابي عنده بلاي ستينشن وعنده قهوة وعنده مامتو اليوم أنا كل 24 ساعة كل حياتي دائرة حواليها في ماما في ماما في ماما في ماما في ماما زي ما أنه هو لما يحس إنه هام ديرل السريزو بتاعتي هو يحس إنه إحنا اتفقنا إنه يبقى فيه وقت بتاعي ووقت بتاعك فأهم حاجة بالنسبة لي الكميونكيشن أو الكراب أو إنه هي تبقى متفقى معاه من الأول على حاجة ويبقوا متفقين على اليوم أنا مثلا السبار جاي هسافر مع صحابي هسيب لك الولد لا ما عندناش الكلام ده إنه وهكذا إحنا ما عندناش الثقافة دي يعني أصلا إحنا ذاتنا في سنة أصلا على فكرة مش حاجة أنا شايفة كإيمان إن دي مش حاجة وحشة إحنا ما تربناش على الحرية الغريبة دي برضو ما هي دي مش بتاعتنا يعني دي مش بتاعتنا أنا طلعت لقيت أمي ست بيت بابايا راجل سعيدي اللي هو ما يفعش أمي تسيب البيت من غير ما تقوله ما يفعش تنزل من غير ما تستأزنه وعرفك الصح العدول ده اللي هو اللي إحنا كنا عيشين الحياة العدلة الحياة اللي فيها احترام الست للراجل على فكرة هو مجرد مجرد ما الست بتحط رأسها برأس الراجل وإنه أنا عادي وإن أصحابي زي مصحابك أسافر زي ما أنت بتسافر الند ده على فكرة هو ده اللي خرب كل الجوازات هو اللي ده كان سبب نسبة الطلاق العالي اللي عندنه يعني أنا لا مع المي تايم ولا مع الاسبيس إنتي مع مين؟ أنا مع الاعتدال ومع حاجة تانية إحنا ما ينفعش دلوقتي يبقى فيه سوشال ميديا وهو عنده صاحباته في الشغل وبيروح وبيجي وعندهم مي تايم وبيروح للكوافير وبيقى شكلهم حلو ويرجع يلاقيها قاعدها بعشرين ساعة في البيت راحتها أكل وطول الوقت متعصابة مع الولاد طب ما يرجع يقولها أنت فين الوقت بتاع زمان الراجل أصلا ما كانش عنده كم من الستات اللي حواليه في كل حتة بشكلهم الفضيع المتقنك الجميل فكانت الست شكلها كده فأنا لو هفضل زي زمان فأنا شايفة إنه هيبقى شايفة أن أنا ستة متأخرة وستة ما عنديش رب العكس أنا بحس أن الراجل بيحب السب اللي يبقى عندها وقت بتاحها وشخصيتها قوية وبيتها كويس ومش الساعة أو الساعتين اللي هتفقد الاحترام بينهم أو عدم الثقة أو هتحس إن البيت نحن نقف عند الحتة دي يا نور واسمعيني بقى أنا أرد عليك في الحتة دي مشكورك جدا نور الجنزوري صانعت المحتوى أنا ورتيني يا نور مرسي يا روحي خليك معنا تابعي شكرا شكرا مرسي أنا بقى في الحتة دي بالذات لأي تعليق لأن أنا كل أو معظم 90% من الستات اللي تخانت أو اللي تثابت أو كان سبب انفصال أو كان سبب مشاكل كلها ستات كلها رقم واحد جدا من نفسها كل إزواف الكوفير وبتغير لهم شعر وشي شعري طويل وشي قصير جم طول الوقت يعني أنا ذات نفسي بقى بقى مستغرب أنت عندك وقت تعميل كل ده إمتى ولادها بيبقوا أمرات وانضاف ومترابين أحسن تربية وبيبقى جزها ليس بيس عندها يعني هي بتعمل كل ده طول اليوم وبتشتغل ونكحة كمان في شغلها وبتيجي تقوله يلا بقى يعني تعالى نخرج تعالى نصهر تعالى نعمل هو الراجل اللي بيبقاش قادر يواكب هو اللي بيبقى راجع التعبان فأنا وده اللي بيخلينا الجن نوسأل طب أمان لو كانت يعني الكلمتين اللي لقيتهم منور دول هو أيام زمان الست بقى اللي بيرجع لقى راحتها بصل راحتها توم لا خلص الكلام ده خالص ده الست بتبقى بتلعب ألعاب في البيت ومستنية في الآخر إنه جزها يقدر كل المجهود ده لكن اللي بتشتغل اللي شايلة بيتها كل كما قال الكتاب لكن السوشيال ميديا زودت ده اللي خلت عنده فرايتي أكتر شايف أكتر طب ما هو زي ما بيشوف ستات كتير زي ما إحنا ستات بنشوف رجالة كتير وبتبعت إعجاب كتير وفانز كتير